السلام عليكم ومهلا بكم مشاهدين إلى هذه الجولة الإخبارية المسائية من قناة النهار والقناة إخبارية في الجزائر سنرافقكم من الآن إلى غاية ساعة السادسة وعشرين دقيقة البداية دائما وكما عودناكم مشاهدين بتوقعات حوال التقص لكن اليوم زميلة حسب كروش متواجدة بالحضيرة الوطنية للشريعة لموفتنا بآخر توقعات التقص في الوطن خلال صباحة وظاهرة الغد لكن البداية ربما بالأجواء هناك بجبال الشريعة والتي غطتها ثلوج خلال ساعات الماضية حسيبة أهلا بك حسيبة أنت محظوظة مساء الخير محمد مساء الخير مشاهدين الكرام محمد يعني الأجوار هي رائعة لكن أنت محظوظة الآن حسيبة بتواجدك بالحضيرة الوطنية للشريعة نعم محمد لكن الأجوار هي جد باردة يعني اليوم حسيت بمعنى الكلمة يعني الأجوار هي تحت الصف يعني درجتين أو ثلث درجتها تحت الصف الأجوار هي جد باردة نحن على ارتفاع 1400 متر في جبال الشريعة محمد كما قلت تساقط الثلوج كان يعني منذ صباحة أو منذ ليلة أمس حسب مصالح الأرصاد الجوية راهي الثلوج يعني راهي تزايد مستمر منذ ساعات قليلة فقط محمد حوالي سمك الثلوج وصلة يعني لحد الساعة حوالي عشر سنتيمترات هو القرطة قبل التساقط الثلوج مستمر المساء المحفظة حتى التساقط الثلوج سيكون كاثف حوالها حينزل مستوى التساقط الثلوج حوالي يعني تقريبا إلى 600 متر إن شاء الله راح يخص دايما يبقى دايما محمد يخص المناطق الوسطى وحتى المناطق الداخلية الشرقية الأجواء كما قلت محمد هنا في الشريعة راهي باردة الثلوج تغطي كل جبال الشريعة يعني عائلات مع نهاية الأسبوع توافدت بكثرة لكن الآن راهي الطرقات راهي مسدودة هنا نحن محمد معي هنا يعني عائلة ما جاءت اليوم للشريعة مساء الخير محمد إن سمحت مساء الخير مساء الخير مساء النور يعني الليوما جبت العائلة مع نهاية الأسبوع يعني كيف تصف لنا يعني الأجواء أول مرة جيت اليوم مالف نجومي خطر اللولة لي جينا هادي تعافص الشتاء هادي نعم جينا لقينا طريق بيان كي جسنا ما قيناش سر كلاسيون نعم وجبنا اليوم الكي كان ويكانت عدراري ولا جنوان بشي بشي جوزو نهارتاع اليومة نعم شكول معاي وسمك سوهاي سوهاي بعد بك الحل اليومة نعم جيت ديجا ما قبل اللهناية نعم جيت اللهناية للشريعة نعم وين تسكن في درارية في درارية نعم تقرأ نعم تقرأ غدوة نعم وغدوة تحكي لصحابك على التولوج تحكي لهم تحكي لهم تحكي للمعلمة على التولوج تقولهم بلي طاعت الشريعة نعم تحكي لهم نعم عجبك الحال تعاودة تجيل الأسبوع هذا الكنار يكون كايد تلجي بزاف نعم إن شاء الله إن شاء الله صح إن شاء الله صح صح السلام يعني ما جيتو ديجا ما قبل اللهناية للشريعة ولأول يعني ما تساقط أول تولوج بون سلام عليكم أسقا ساما القاس كل عام توم بخير نحنا جينا في التعافي الويكند نجوزوها مع العيلة واحد خدم سمالة يبرافيتي الويكند يطلع اللهن يريح شوية من العيلة وشنو الحمد لله من طريقة مليحة هذه هي الحمد لله أختيتكم صحا شكرا محمد هذه كانت بعض العائلات التي توفلت اليوم لجبال شريعة نعم ودعوة إلى كل الجزائريين وكذلك السياحة الجنب ليتوجه إلى الحضيرة الوطنية بشريعة والتي تبعد خمسين كيلومتر عن الجزائر العاصمة جنوب العاصمة الجزائر وكذلك جبال شريعة تسعة عشر كيلومتر من مدينة البوليدة هذه المناظر الساحرة والجميلة من هناك لكن قبل أن توديعينا زميلتي حاسيب العديد من الجزائريين خاصة العاصميين انتظروا تسقط الأمطار صبيحة اليوم ربما ما هي توقعات حول طقس لصبيحة الغد وكذلك لظاهرة الغد أظن فضلي حاسيب نعم محمد بالفعل كانت خفيفة نعم محمد الأمطار كانت خفيفة عرفتها المناطق الشمالية يعني منذ ليلة أمس إن شاء الله ستكون معتبرة مع بداية الأسبوع الجري يوم الغد إن شاء الله إلى غاية يوم الأربعة الوضعية الجوية إن شاء الله هي صباحة يوم الغد صباحة يوم الغد الأحدة بيحول الله ستكون الحال يكون بارد بقى دايما بارد على كامل المناطق الشمالية وحتى المناطق الجنوبية الحال سيكون نشتاة بقى دايما تخص سواحل الوطنية ويشميسة بقى دايما تخص الغرب الجزائري بالمناطق الداخلية بقى دايما تروج مستمرة في التساقط خاصة على المرتفعات الوسطى والشرقية هذا المناطق إن شاء الله يرتقب يعني مساء يوم الغد أن ينزل مستوى تساقط التروجي لحوالي ستمائة متر بحول الله محمد إن شاء الله نأمنه تكون يعني الثورة تصل للجزائر العاصمة متل باشدنا في سنة 2012 بالجنوب الجزائري إن شاء الله سيكون دايما تخص شمال الصحراء فيما يخص إن شاء الله سنسجلها للغدوة الصباح بارد بين السوحل الوطنيين سمسجل من دراجتين إلى غاية أربع دراجات الأجواء ستكون باردة مع الصباحة إن شاء الله بالمناطق الداخلية سمسجل من خمس دراجات تحت السفر إلى غاية أربع دراجات مناطق الداخلية ما بين دراجة واحدة محمد إلى غاية التسعة دراجات بالجنوب الجزائرية في ظاهرة كذلك إن شاء الله الأجواء ستكون كذلك باردة جدا في ظاهرة خاصة مع التساقط الكميات المعتبرة من الثلوج ستكون هناك ريح إن شاء الله ستكون قوية ستخص المناطق الشمالية للوطن خاصة الساحلية تلحق سرعة حوالي 50 كم في الساعة الدرجة الحارة إن شاء الله في ظاهرة الغد بحول الله ستراوح ما بين حوالي 15 إلى غاية ما تعدش 15 درجة على المناطق الداخلية وما بين 4 إلى غاية 15 درجة المناطق الشمالية بالمدن الجنوبية كذلك الأجواء ستكون باردة ما بين حوالي 10 درجة إلى غاية 20 درجة بالمناطق الجنوبية إن شاء الله محمد هذا ما كان ذلك فيما يخص توقعات لليوم الغد بداية أسبوع ستكون باردة بحول الله تستمر هذه الأجواء الباردة الشتوية تلوج أمطار بالإضافة لكل هذلك الجاليد سيكون كذلك حاضر بالمناطق الغربية ونقول الكل في الآخر كل السائقين يردوا بلهم في الطرقات لتفادي حوادث مورون إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لك حاسيبة وما دمت هناك في شريعة اغتنمي الفرصة لأخذ الصور وكذلك الصور السيلفي لافتنمي الفرصة لك